طيب نروح بقى لجزء الجانب الفني كولر تشكيلته تغييراته أداء تاو وسنائيته مع كهرباء ونزول حسين الشحات جميل بص دي أهم نقطة احنا هنا هو في كتفك يا أهلي ندينا كتير بموضوع تثبيت التشكيل وقلنا أن تثبيت التشكيل في الفترة من شهر مارس لغاية شهر 7 بعد تهاء الموسم مهم جدا 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 أنك في الفترات دي ما عندكش مساحة أو ما عندكش رفاهية أنك تتحمل الكمل كتير من الروتيشا وقلنا أن أكتر ثنائية مميزة للناد الأهلي في الفترة الأخيرة هي ثنائية كهرباء وبرستاو سواء من حيث التحركات أو سواء من حيث القوة البدنية والنجاعة في إنهاء الهجمات كهرباء كل أمانة هو أفضل مهاجم صريح في الناد الأهلي منذ عودته من الإيقاف مع موارد تادي الزمانك هو أحسن أكتر واحد بيعمل للفرص الأكتر واحد نسبيته عالية في تحويل الفرص اللي بتطاح ليه الفريق إلى أهداف كمان كهرباء بجد فعلا هي حاجة فيه هي ملكة تحركاته فعلا بدربك أي مدافع بلح شوفناه الأول عشر دقايق الكهرباء على المستوى الشخصي يعني فرديا مضيع غير الهدف مضيع طاقة فرص بس بصراحة هو اللي خلقها من تحركاته هو اللي خلقها يعني انت مبدلش بتعيب عليه قوي أنه ضياحة بس هو اللي خلقها بتتحرك عارف إمتى يخش مرعومك عارف إمتى يخش مبين مساك ومساك تاني لأ دي حاجة بتبقى ملكة في اللعب برسي تاوي بقى بصراحة برح حدثه لحرك لأ مش ممكن مش ممكن برح برسي تاوي على كل حاجة يعني حلوة عمله واحد هو بيلعب في الملعب ريت وينت برح برسي تاوي في وجهة نظري هو صنع اللعب تنادي لأهدف صنع اللعب الأول بكل أماس صح آه هو محطوط على الطرف لكن تخيله تليون بغطر من دور آه لأ وكمان محمد خيباك مهم جدا فكرة أنك تبدأ باللعب لما مضيلي فاني يقولك تبدأ اللعب من على الخط وتفضل طول الوقت بتلعب من على الخط وتخش الجوه ده أمر مطعب جدا أكيد انت الناس بشوفوا ديفزيون سهل لا ده مش سهل انت بتستلم ما بتستلمش في جوه نلعب لا انت بتستلم من على الخط لو شوفنا مبلح الاسيست بتاع حسين الشرحات وده نقعد نتكلم عليه بصراحة ده يتعمل فيه يعني تقارير وأفلام وثائقية نوعية الاسيستات دي ما بنشوفهاش في الدورة المصر أو الله بجد معكحة ما بنشوفهاش في دورة الإنجليزة ما بنشوفهاش في أوروبا مش ممكن بتستلمت القورة من على الخط خدت الفول باك اللي وقف قدامك ودخلت على المساكين بتقول ما اللي جاي للكو يعني تخيل يعني أصلا دي صعبة من السهل فطلقوا عليه تفضلوا مساحة فموضلوا مساحة هوب وبتحطها من تحت رجلهم وإيه بتتكلم دائما السوداني تعيبة طويلة ورجلهم بس ناشو الله يعني الناس يعني بتاكل كويسة ماشي فلا موضوعهم السهل بيرسي تاون بصراحة بقالوا فترة معنا للأهل منذ ان الكهرباء بقى المهاجم هو بقى يلعب معنا بقى معنا بقى يتوضح قوي عشان بقى صرحة واضحين يعني كهرباء لما بدأ يلعب كمهاجم صريح للأهل بيرسي تاون بقى تحرقاته واسلوب لعبه تحسين هم كاملين لبعض ما بيقطعوش على بعض يعني ساعات فيه كده بتحصل ده فيه اتنين لعيبة يعملوا قفلة لبعض هما الاتنين مش كامية مش ركبة بينهم ياما فيه الانية مش كان الانية كمان هم بيعملوا قفلة هفكارك مثلا جودزة وقزين اللي يفتكي المنتخب الألماني 2014 كان فيه أزمة في نص الملعب كان جودزة وقزين بيعملوا نفس الأدوار هما بيروحوا لنفس الحادة حتى في ندي أهلي زمان مين ابو تريك وإحمد حسن فترة أحمد حسن وابو تريك الاتنين هما أسلوبهم نفس الأسلوب ينزل السلم ويروح هما الاتنين عايزين ساعدوا بعض بس هيا المشكلة أن الاتنين أسلوبهم بيروحوا لنفس الحادة ميسي وجريزمان برضو مروا بنفس يعني كده ميسي كان يحب دائما يلعب مع نمار يقول لك أنا مرتاح مع نمار ومش مرتاح مع جريزمان لأن جريزمان دائما بينزل في الحادة اللي ميسي بيحب يلعب فيه فهي دي أمور سعاب تبقى خارج إطار المدير الفني يا محمد دي بتبقى نصيبك أنت معيك النوعات العبدة ممكن أن تتدخل فنيا على قد ما تقدر بس الأكيد أن الناد الأهلي في أهم وقت في الموسم بيكتسب صنائية مهمة جدا هي صنائية كهرباء وبرسيتان